بسرعة جداً احنا قلنا دول عشر مجموعات كل مجموعة يا جماعة بياخدوا منها الأول فقط لغير هيبع عندنا عشر منتخبات العشر منتخبات دول وفقاً لتصنيف شهر نوفمبر اللي احنا فيه دهو هيتحدد مين الأول التاني التالت لغاية العاشر وده القرعة بتاعته على هامش كاس العرب في قطر هتتعامل يوم 18 ديسمبر تحديداً أما تصنيف الاتحاد الدولي اللي هيحدد لنا من واحد لعشرة هيبقى 21-22-23 الشهردة يعني احنا الشهردة هنعرف هل احنا من الخمسة الأولانيين ولا من الخمسة التانيين طبعاً الجزائر حالياً في الخمسة الأولين هقولكو دلوقتي فلو حصل لقدر طبعاً منتخب الجزائر يهمنا انه يتآهل يعني لكن اذا لم يحدث نخش احنا من الخمسة الأولانيين بصرف النظر عن التصنيف اللي هيصدر خلال هذا الشهر وصلنا لعشر منتخبات بياخدوا الخمسة اللي فوق والخمسة اللي تحت خمسة اللي فوق خمس كور في بولة والخمسة اللي تحت خمس كور في بولة تانية اللي بيسحب القرعة بيقلب البولات الكور ويسحب واحدة من هنا طلعت كذا واحدة من هنا كذا دول هيلعبوا بعض ماتشين ذهاباً وعودة ذهاباً وعودة اللي يكسب فيهم يروح كاس العالم هذا هو النظام السنادي طيب ترتيب الاتحاد الدولي حتى اللحظة اللي بنتكلم فيها ايه هو اقول له حضرات الاول اول منتخب هو السنغال وخلاص هو راح للمحطة الأخيرة التاني تونس تمام التالت المغرب وراح الرابع الجزائل لسه عنده موقعه الخامس منتخب نيجيريا تمام السادس منتخب مصر السابع منتخب غانا التامن منتخب كودفوار التاسع منتخب الكاميرون العاشر والاخير منتخب مالي اللي هو خلاص تأهل ايضاً للمرحلة النهائية يبقى طبعاً كودفوار والكاميرون واحد هيودع اذا المغرب والسنغال ومالي خلاص تأكد انه هما راحوا للمرحلة النهائية وجهة نظري انا الشخصية ما تسألني يعني تقول لي هتفرق قوي منتخب يبقى في تصنيف اول او في تصنيف تاني وفقاً للرؤى اللي قدامي دي لا قولاً وحيداً الوحيد المنتخب بصراحة عشان يكون صريح اللي هو يعني هيبقى معركة كروية جديدة قوي معه الجزائر جزائر فريق الثلاثة وعشرين لعب اللي في المنتخب الجزائري ما بينعبوش في الجزائر كلهم في اوروبا كلهم محترفين وفرقة قيلة فيها رياض محرز وفيها مجموعة جبارة من اللعيبة بصراحة يعني لكن كمان نتائجهم في مجموعتهم صعبة شوي يعني كن هو يبقى واخد عشر نقاط وبركي نفسه زيه عشر نقاط ويبقى فيه صراع بينه ببركي نفسه على التأهل لاخر محطة علامة استفهام لكن هو ده المنتخب الوحيد اللي يخلين يقول لو احنا نبقى مع بعضينا في تصنيف واحد لطيف عشان ما نتقابلش مع بعض هيبقى لطيف لكن فيما عاد هذا والله كل المنتخبات فيش مشكلة فيها اطلاقا هتبقى مباراتين في كرة القدم وإحنا عندنا منتخب محترم وعندنا مدير فني محترم وعندنا لعيبة تقيلة 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 وكان تقلوهم في آخر مباراتين بتواليبيا بصراحة يعني وبالتالي لدينا شعور وإحساس بعد ما نعدي طبعا الماتشيني جين دوله هنعديهم بإذن الله قولا واحدا مليون في الماء بإذن الله يعني المنتخب يطمن ما يخوفنيش على الإطلاق هذا هو الأمر فيما يتعلق بالتصنيف